طيب بما أني بتكلم مع مدير المكتب الفني الحجر الزراعي يعني الرجل المسؤول عن جودة الصادرات وأيضا ضمان جودة الواردات الزراعية هخش على الصادرات دي أكتر حاجة تهمني أنا بتابع إيه في معايير جودتي للصادرات وده بيفرق قد إيه مع الدول اللي بتستورد مني طبعا هو الفرق واضح جدا في الثقة المدى ثقة الدولة في الإجراءات اللي بتتباحها الجهات الرسمية في مصر اللي هي أماها الحجر الزراعي المصري فيما يخص الصحة النباتية فأنا ببدأ إجراءاتي كلها بتبدأ من المزرعة صدر مؤخرا قرار وزير الزراع وستصلاح القادر رقم 386 لسنة 2021 وده بيتيح تكويت كافة المزارع التصدرية قبل تصدير منتجها فأنا بدأت السلسلة من بدايتها من بداية الزراعة بتابع عملات الزراعة واختيار التقاوي وبعمل معاينة للمزرعة اللي عايزة تصدر منتجتها بطلع لجنة وبيبقى معانا مندوب من شركة جي بي اس بيقدر يرفع إحداثيات قطعة الأرض دي أو المزرعة دي وبقدر أتباحها من خلال أمار الصناعية وبقدر أتباحها من خلال أن أنا بعت لها لجان متابعة وأقدر إنتاجياتها مظبوط وبدي الفلاح أو المزارع أو صاحب المزرعة كتاب فيه إرشادات عن المحصول اللي بزرعه دوته إذا يقدر أن هو يوصل به للحد الآمن من الجودة اللي قدر يصدرها وما تسببلوش أي خسائر اللي قدر الله لو ما التزمش بيها لو التزم بالتعلمات وبالإرشادات دي بيطلع المنتج بتاعه مطابق ومظبوط بعد كده المرحلة التانية بيطلع المنتج ده بقى من مزرعة معتمدة لمحطة تعبئة معتمدة محطة تعبئة معتمدة عندنا محطات كتير جدا على حسب المحصول اللي بيتعبئ فيها بيتم اعتمدها ومتابعتها من قبل مفاتشين من الحجر الزراع المصري بيبقوا موجودين في محطات التعبئة دي بيستقبلوا الخامل اللي بيجي من المزرعة المعتمدة وبيشرفوا على تجهيزه وتعبيته تبقى للمشترطات كل دولة في دول بيبقى لها الشترطات معنا وفي دول بنتبق لها الحد الأدنى من الشترطات اللي بتمشي للاقي دولة هيتصدر لها بعد كده بتيجي المرحلة التالتة وهو انتقال البضاعة بعد ما اتجهزت بين المحطة لمينة التصدير بيقابلها مفاتشين من الحجر الزراعي في مينة التصدير تاني وبيقايدوا فحص على زميلهم اللي في المحطة يتأكدوا ان البضاعة زي ما خرجت من المحطة والمهندس اللي شافها في المحطة صرح بتخرجها من المحطة زي ما وصلت للمينة ما حصلش عليها اي تغيير ممكن تبريد يفصل ممكن يحصل تلاعب مثلا تغيير للبضاعة لو وصلت بحالتها الطبيعية اللي خرجت بها من المحطة بيتمت التصريح بتصديرها واصدار شهادة صحة نباتية دي معتمدها في كل الدول برة اي دولة مع البضاعة شهادة صحة نباتية بتتطمن وافتسق في ان المنتج دو تآمن ومطابق لشتراطتها احنا انا دلوقتي قاعد بتكلم مع المهندس سيد عباس المسؤول الاول عن بشكل او باخر حجم الصدرات بتاعتي الناس وثقت اشترط الناس ما وثقتش قالت شكرا مش هاخد الحمولة دي مش هاخد الشحنة دي بالسلامة طبعا في مسؤولين اخرين المسؤولين بقى عن حجم الانتاج والتخطيط الزراعة وما إلي ذلك بس البلد اللي تقدر تعمل نقلة وتفرع في حجم الصادرات الحجم خمسين في المية في ثلاث سنين ده معناها ان فيه استراتيجية واضحة ليه سواء اذا كان حجم الانتاج وحجم التصدير المستهدف ايه؟ مستهدف ان شاء الله ان احنا نقدر نوصل يعني اللي ولا عازمة كورونا كان المفروض ان احنا نوصل خلال 2022 لستة مليون تن اظن ان الرقم ده ممكن ما نقدرش نوصل له عدة ظروف خارجة عن الاراضة بسبب تغيرات من خيار احنا نوصلنا خمسة وستة من عشر خمسة مليون وستمائة الف تن اه فاعنا احنا ان شاء الله هانت وان شاء الله نقدر نحافظ على الرقم ده في حالة المحافظة عليه ده هيبقى انجاز كبير جدا في ظل الظروف التحديات اللي احنا بنواجهها من بداية الموسم وخاصة في الموالح احنا بنصدر مليون وثمينمائة الف تن الموالح عندنا بعض التحديات في التغيرات المناخية اثناء موسم عقد الزهار بتاع الازهار بتاعة برطقان ابو سرة لان كان حصل فيه تغيرات مناخية ساعة الازهار فحصل ان سقطت الشجر سقطت موسم العقد برضو عشان نستبقى عارفة يعني الزهرة لما تبدأ تعقد وتتحول الى صمرة فبسبب البرودة اه بزرد كده فوقع كمية كبيرة من الازهار فبقت الشجرة اللي بتشيل مثلا خمسين كيلو لا بقت تشيل ثلاثين كيلو كان بتشيل ثمانين كيلو بقت تشيل خمسين كيلو فحجم الانتاج قل في حجم التصدير اللي حصل حقير كتير الزهار لا هو في التغيرات المناخية بصراحة بتأثر والأسف ان احنا ما بنقدرش نتحكم فيها احنا بنحاول ان احنا نقلل ضرارها لكن ضرار واقع لا محالها فان شاء الله نقدر نحافظ على الارقام اللي احنا وصلنا لها وان شاء الله المستقبل للمحاصيل الجديدة اللي احنا بنحاول نحنا نتطور نتطور ارقامنا فيها وان شاء الله برضو احنا بنتفاوض مع دول كتير عشان خاطر نفتح اسواق جديدة لهم ونقدر ان احنا نصدر لهم فنعوض العجز اللي حصل في مسلم المهالح السناني وان شاء الله